انت ما زلتي كان في حاجة ليها علاقة بعلاج عيون او حاجة ريس لا فيروسي وعلاج عيون وجزء فيها ايتام وجزء فيها مدارس مع استاذ سميح سويرس في مشروع بين الحكومة وبين رجال الاعمال وبين الناس انهم يبنوا 3000 مدرسة وشايف ان ده دور للفنان ممكن يقوم بيه ساعة اه طبعا لازم نلم حوالي 7 مليار عشان نعمل 3000 مدرسة مدرسة صحية ان الفصل يبقى واخد 40 طفل ده كتير بس احنا قدمه نقدر بنعمل وطبعا دلوقتي يعني في بعض المدارس هي 120 بيوصلوا في الفصل طبعا يعني ده كلام وزير التربية والتعليم المنازمة بس هو الحقيقة عايز يعمل مجهود كبير جدا واحنا كنا مجتمعين مبارح وياه وفعلا ابتدهم يحطوا الاساسيات بتاعة المشروع ده بتبقى مبسوطة يا أسرة وانت رايحة بتعملي حاجة فيها خير طبعا ده اكتر حاجة تحسسك انك بني آدم انك تعرف تعمل الخير بدون مقابل وانك تحس باللي حواليك انك بتحس باللي حواليك مريض محتاج تعبان يعني مثلا انا عاملة اجيب من الناس اللي بقعد قدامه عاملة كده لما يبتدي يجيب مثلا حاجة خيرية حاجة خيرية يا خبر يا خبر وبيعمل كده بتلاقي عندك ملايين فيش حاجة بتقف اي حاجة خيرية وحقيقية انا حلوة جملة كلمة حقيقية حقيقية لان احنا طبعا اتصدمنا في حاجات ما كانتش حقيقية خالص لكن حقيقية بتوصل للناس بجد ها يمكن ده اللي انا عرفه عن يسرة اللي طول عمرها بتبقى مهتمة باللي حواليها مين عنده عزة فين فهلاقي يسرة مين عنده في مستشفى ايه فهلاقي يسرة يعني احساسك بالناس المحيطة حواليك ده اللي بيخلي الناس يقولوا عليك جميلة اشتركوا في القناة